التقى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع نائب رئيس الاتحاد الصيني للشباب في شرم الشيخ على همش المشاركة في منتدى شباب العالم وأكد صبحي الحرص على التعاون في المجال الشبابي مع الاتحاد الصيني للشباب والتفكير في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات الشبابية المشتركة كما التقى صبحي مع نظره البحرينية هشام الجودر بشرم الشيخ لبحث التعاون الثنائي واستعرض اللقاء مخرجات المهرجان الشبابي العالمي الأول لأهداف التنمية المستدامة والذي أقيم بالبحرين في أكتوبر الماضي